بالحق المدني أبديت طبعا مرافعتي على نحو أن أنا صممت على أن يقدر ضد هذا المبتهم الناس بأقصى العقوبة مع تعويض مدني قدره مليون واحد بناء على سبيل تعويض المدني فبحندم بالنسبة لفعل المبتهم والمبتهم نفسه دفع عن نفسه أنه كان يشتغل عنه حدث كلمنا إيه اللي حصل؟ المبتهم طبعا هي المحكمة باستجواده بالجلسة فجئنا بحالة غريبة جدا بعد احترافه أنه راح جاي النهاردة أبدأ أكوال جديدة قال والله إذا أنا ما أتلتهاش إلا أتلها خطفها ويضع محمد شريك طبعا هو كلام حلاوة روح بس مجرد انطار علشان يحاول بس يستدر عطف المحكمة بشكل وباخر ودفاع عن نفسه وليس له أساس لا من رفع ولم القانون ورغم من ذلك طبعا يعني المحكمة في النهاية عملت القاتل استمعت فيه مرافعة الدفاع المحامية قبدت بعض الدفوع الواهنة الضعيفة نقشتها المحكمة قلت لها ولا أدل ولا أدل يا أستاذة أنه هو اللي أرشد عن جثمان المتوفيه رحمة مولاه الضحية ياسمين يبقى أنت تتكلمي فيه المحكمة عايزة تقول لها أنت يعني كل اللي بتقولي له هراء هراء المنبوظ ما ملهوش أي حقيقة ولا واقع تأبر في النهاية ظهرت الحمد لله وتغلبت أراضة الله عز وجل بفند بالنسبة لأنه قال كانت تكلم معاه في الاتهامات لي ده بيناقض نفس كلامه اللي هو كان قاله في تحقيقات رابطة المحكمة المؤكرة على الجزية دي النهاردة في حاجة مهمة جدا قال اللي بيقوله المتهم في عند السجوة جلسة اليوم ما أبدهوش إلا استقل جلسة ما أبدهوش النيابة بالعكس النيابة ده فصل تفصيلا اعترافي على نحو بيقول أنا مرتجب الجليمة وأنا اللي حرشد عن مكان الجسمان وبالتالي كان الكلام منتهي إنما ما فيش كسور من جهة النيابة النيابة حالقايد ومحصت والنهاردة أثابت في مرفعاتها دي ما لادع مجالا للشك في ارتكاب الجلسة طيب أسرة المجنة عليها ما حضرتش الجلسة هم يعني كلهم طبعا في حالة مزل شديد وهم حتى ربطين من أي زهور لهم إعلامية بخصوص الجريمة البشعة دي وطبعا ربنا تكون فعونهم والناس يعني يعني كيفاء اللي هم فيها طيب يا فنم عايزين بس نوضح للمشاهدين للمستمعين لنا حاجة هي هو اللي كان اعترف على على الأكل ولا كان أهلها قالوا إن فيها متغيبة يعني هو قال في الجلسة إن أهلها حتى ما كانوش لاحظوا إن هي متغيبة الزايدة طبعا من أول وهلة ومنذ اختفاءها كان صحيقها صحيقها جابر حرر محضر بغيابها وسابت ذلك بالأوراق وده سابت طبعا سابت بالأوراق منذ عام 2017 منذ اختفاءها في البداية خارس وحرر هذا المحضر والمحضر راح تحريات وفضلت تحياتي واستمرة إلى أن تم ضمه بعد اكتشاف أمر هذا الفاعل الجاني بعد ما اكتشفوا هم قدموا بلار تاني ضده بالصبت كده فنم فعمل إيه طبعا ضم هذا المحضر الغياب للأوراق وأصبح كائن واحد كلها كبكتش واحد وعضية واحدة طيب دلوقتي بعد الحكم النهار ده بقي حالة الأوراق إلى فضيلة المفتيين إيه اللي المفهود هيتام بعد كده هل ممكن يحصل طعنة ولا خلاص كده هو كده يعتبر بعد خمسة أربعة أنه طبعا في النهاية حددت بس قولنا الحكم بالزبط هيصدق هو طبعا المحكمة أحالة الأوراق لفضيلة مفتي جمهورية علشان إبداء الرأي وعودة الأوراق لجلسة خمسة أربعة للنطق الحكم الإعدام إن شاء الله بعد ما يتم التصديق عليه من فضيلة المفهود إنما في النهاية إحنا طلبتنا طبعا في الدعوة المدنية بمليون وواحد جنيه على سبيل تعويض المؤكد للرجوع على ورسته فيما مراه هي في الغالب حيبت تعويض النهاية بتاعنا حوالي 2 مليون جنيه كمدعين بالحق النجم لأسرة المجنع عليها يا سمي وفي أي طلبات تانية اللي كنت موجودة؟ لا هي دي طلباتنا النهاية طيب في قضية تانية هنا في اسكندرية متعلقة أستاذة مي اللي كان متزوجها السفاح لا المي موجودة ما تقتلت لا